كاملين معكم وحنروح لفقرة جديدة ضمن صباحنا لليوم مرض التوحد اللي هو من أهم الأمراض الاضطرابية العصبية واللي ممكن يودي لمشاكل تطورية ونمائية حيرت كتير من العلماء في طريقة العلاج اليوم موضوع علاج التوحد بالغذاء والحمية الخاصة أثبت العديد من النتائج الإيجابية على الأرض وكان له تقدم ونتائج حلوة بعلاج الأشخاص ممكن يشفاء وممكن يكون الشفاء بنسبة كتير عالية لنحكي عن هذا المجال ومجال الغذاء والحمية ضمن مرض التوحد حيكون معنا الدكتورة سواب الغبرة صباح الخير دكتورة أرسيكي بيك صباحكم يا أهل وسهلا صباحكم أرسيكي والله تمام الحمد لله يعني كتير منحكي بأمراض التوحد كنا عم نشوف اليوم من تقارير دائم يوم العالم الإعاقة والقصاص صحيح لا صلى يومين يمكن مارئ أو شيء طبعا من هو بيضل يعني على فترة يمكن أسبوع دائما بتكون هاي المناسبات موجودة كنت عم قلك أنه التوحد والغذاء يعني ما منتخيل ممكن هدول أنه للغذاء يكون له دور بهذا المرض قبل ما نحكي عن التوحد والغذاء خلاننا نحكي اليوم عن فكرة اليوم الغذاء وأهميته بعلاج كتير من الأمراض لكل عالم أهلا بالعكس أنا بلاقي فيه رابط وصيق جدا بين الغذاء وبين أي مرض لأنه حتى قبل ما يصير هذا المرض عندك يا في اسمه مستقبلات نوعية للمرض مين بنشأت هذا الموضوع؟ الغذاء الغلاط يعني إذا كان فيه شيء هاي هي اللي بتحفز هالمستقبل يتفعل لذلك فيه أشياء اسمها صارت عنها اسمها التغذية الوقائية وفيه التغذية العلاجية فهدول الأشياء هاي كل ما لو العلم عم يؤثبت أنه حتى العامل الوراسي يعني هذا المرض ما كنا نشوفه باللادنا اطلاقا أو ما كنا نمراكزين عليه بس ما كان بهالأعداد العالية جدا لكن هلأ كونت بالحياة الاجتماعية تأخر سن زواج الزكر لأنه هلأ فيه دراسة عم تقول أنه هذا المرض يعتمد إذا كان عمر الرجل كبير السن وأنجب مو الأم انتبهوا يعني حتى كل العالم تربط الأنسة بويضاتها أنه بيصير الولد منغولي إذا تجوزت بالأربعين وعربعين هذا المرض فيه دراسات هلأ حاليا عم تربط تأخر نمو أو تأخر زواج الزكر بأنه يكون حدوث الولد يحدث عنده هذا هذا يعني مو يعني عم نرعي بالمواضيع لا لكن قديش في عوامل أنت ما نكون عم نمتدين لعامل الوراسي العامل الغزائي لكن هذا المرض مرتبط جدا بخلل بجهاز الهضمي وهذا اللي اكتشفوه عندك يا وبلشت الحميات اللي مناسبة ليله طب دكتورة خلينا هيك نوضح ولو بمعلومات بسيطة عن التوحد يعني اليوم أنا كيف بقدر ميز إذا هذا الطفل مصاب بمرض التوحد وبأي عمر بتلاقي بيبلش الأعراض عنده هلأ هو وعدت تعريفه بالبداية هو اطراب النمو العصبي النمائي يعني هو غير محدد المنشأ وين عم يكون الاطراب بالنمو العصبي ما عم تقدر تحدده العلماء بيأثر هذا على السلوك الوظيفي بنعكس على السلوك الطفل خلال فترة التعلم تبعه طبعا خلال فترة من السنة للخمس سنوات ويتعلم اللغة النطق الاستيعاب ردت فعله وتلاحظ الأم اطراب بردت سلوك الطفل تبعها من حيث ردات الفعل من حيث عدم إبداء إشارات بمعالم الوجه تبعه من حيث أنه هو مع متفاعل مع اسمه يعني أي أكتر شيء ممكن يلفت نظره للإنسان هو الاسم يعني حتى إذا نذكر الاسم ما بتلاقي أي تفاعل معين بتلاقي في اطراب سلوكي مع أقرانه على هاي هاي بلش بقى بدا تستشير شوي طبيب الأطفال تبعه إذا بلش يعطي حركات وردات فعل الدكتور عنده ويقل له أنه عنده طيف خفيف طيف ولد اطراب بدا تنتبه أنه هذا الأمر موضوع لكن الامرأة الزكية بتعرف بتحس على طفلة من السنة الأولى بعمره لأنه سبحان الله حتى الطفل بالسنة الأولى عنده لغة تواصل مع أمه فبتلاقي أنه هذا الولد غير مثلا أخوه ليقبله أو غير أقرانه بهالطريقة هاي فهو مشكلته في اطراب بالتواصل هذا ناشئ عن اطراب النمو العصبي النمائي عن هذا الطفل فهون بقى بتلاحز أنه فيه مشكلة عند هالولد هاي دكتورة تعرفنا منك هيك سريعا أو ذكرنا بمرض التوحد ولكن خلنا نرجع لموضوع الغذاء رابط اليوم بين مرض التوحد والغذاء شو ستبه؟ هلأ وجدوا العلماء أنه فيه مشكلة بتكون عندك عملية هضم بعض البروتينات وبعض البروتينات معينة بيصير ما عند بعض الأجهزة الهضمية عند أي أطفال معينة ما له مكتمل وقت ما بيكون هذا مكتمل فبتنتشع عندك ياها مواد بتفوت على الدم هاي ممكن تأثر على النمو النهائي للعصبونات العصبية والتشابكات العصبية عندما بيصير الولد عم يحاول يعمل هذه التشابكات العصبية لتصير عندي مرحلة ترابط اللغة والسلوك وردة السلوك الإنفعالي عندي إياها حتى يتواصل مع أي حدا بعالمه الخارجي هاي المواد بتعمل سمو معينة بنواق العصبية هاي تؤدي إلى اطراف في علم التواصل عند هذا الطفل لذلك راحوا على الجهاز الهضمي ولقوا إنه إحنا إذا عملنا حمينا عن بعض الأكلات المأكلات المعينة وعملنا له كل فترة وفترة لهذا الطفل تنظيف للقولون تبعه فبتلاقي الأم ردة فعل متجاوبة مع طفلة بشكل أكتر بكتير من الدواء وحتى نافس العلاج السلوكي رغم إنه العلاج السلوكي بهيك أشياء كتير مهم القصة اللي بيهني أمرها إنه أكتر مادة هي هلأ نحن معلم الغذاء منقول لأم مريض التوحد لأنه هو إنه نهتم عليه إنه في حمية كبيرة جدا وصارمة عن المواد اللي هي بتحتوي على البلوتينات والكازين اللي هي موجودة من منتجات الأمح ومنتجات الألبان عند يهو الحليب ومشتقات الحليب هيدول المواد إذا كان عند الطفل استعداد ويراسي لعدم هضمهم كليا بتتشكل بواد سامة هي اللي بتسبب هاي الأمراض والطياف التوحد على عدة أنواع لذلك فمنقول أول حمية أو مبدأ للغذاء لهذا الطفل أنه نعمله حمية خاصة بشيء اسمه حمية الجلوتين أو حمية شبيهة بحمية الناس اللي عندها مشاكل سوء امتصاص هاي رقم واحد رقم اثنين العالم اللي ما بتعرف شوي هلأ كمان في دراسة في بعض المواد المركبات ببعض الحمضيات إذا إجت ليلا كمان بتنشط له هذا المرض ونحنا قديش ماعرف قديش الفواكه مهمة وهالإصاص هاي نحنا ما منقول منقول عدم الإكسام من مواد موجودة مثل برتقال التفاح اللي هي مبنياها ليلا لهذا الطفل لأنه هاي المواد غنية بمركبات عندها معينة هاي بتنشط عندها هالنواقل السامة اللي تجي على جسم رغم إنه واحدة بقيمة من أرضها المعلومة لكن هاي الأشياء كلياتنا منعرف قديش التفاح والبرتقال هامي لقي إنسان طبيعي دكتور عفوا نقلتي ليلا نحنا منعرف رشال أطفال ديناه مبطير ليلا مبطير أي مت يعني بينتهي إنه ما تعمل أما طفلها هلا هي مهمة نهائية مثل الكلوتين والكازيين لكن في حوامض معينة بالحمضيات تماما بتنشط هذا الإنسان عندها سلوك معين دون سلوك آخر هلا هي في دراسات حديثة هاي إمتى ليلا يعني منبلش عند ستة مساء ستة مساء قبل دعيما لحميان ستة المساء بيقلولك إنه خالق ساعة هلا هي وعدم الإكسار منها صباحا لأنه هي مو مواط صح لمريض التوحد هلا الشي اللي بيهمني كمان أمره المعلومة الجديدة اللي بيهمني أمره إنه نموز مادة رائعة جدا لمريض التوحد لأنه أكثر مكمل غزائي بيفيد مريض التوحد هو فيتامين بي ستة فهذا القصة رغم إنه هي هذا فواكي وهذا فواكي لكن تفصيل العلم بشوي بعض التفاصيل بشوي معرفنا بثقافة عالية جدا بتلاقي مين المفيد لإلها ليش أحيانا وقت عم تعطيه هل وهي تشملهم بشكل عام ليش عم تلاقي إنه مرة أحيانا جدا نسار هذا الولد وساوى تصرفات غير منطقية ويوم بيكون هديانهم أحلى نعم معلماتكم إنه مريض التوحد أحيانا ممكن بعض أنواع مدة التوحد بيكون أطفالهم شديدين الزكاء بشكل رهيب لأنهم عايشين بعالم آخر نسبة أكبر منهم نعم لكن هن بفكرة تواصلهم مع الآخر في خلال فممكن يكون الحكم الآنسة المدرسة إذا ما كانت واعية ما كان الأهل واعيين يصنفوه من الناس المصنفة غبية إنه ما عم تعرف تحصل دراسيا لأنهم هنا كل فكرتهم إنه عندك إنه هذا الإنسان بيصنفوه حسب تحصيله الدراسي أو حسب زكاءه الاجتماعي وهنهم بيكونوا عندهم خلال بزكاء اجتماعي لكن هنهم عندهم زكاء شديد بمكان آخر هلأ ذكرت الموز خلينا هيك نسمي بالمسميات شو هي الأكلات المسموحة والأغذية اللي حتفيد هذا الطفل أهم مكملات برجع بقول الفيتامين بي ستة عندنا الموز هو سيدون عندي إياها والنضة الثانية أحماض الأوميغا مأكولات السمك كلها رائعة لمرضى التوحود شو اللي يعود عن السمك أحيان طفلك بيليك أنا ما أحبه البيض الفكرة الأساسية البيض رائع جداً لمريض التوحود لكن القصة إنه إذا كانت الأم زكية بمواضيع وهيك على فكرة اللحوم جيدة لمريض التوحود لكن ما تكون عند إياها المعلبة ومصنعة لأنه أي معلبات فاتت نترات الصوديوم على الدم تابعه جداً سارت له هوجان الإضطراب السلوكي تابعه الفكرة اللي بيهمني أمره إنه حميته هو خاصة نوعاً ما لكن الأم كتير بترتاح لأنه مريض التوحود هو سبحان الله يعني متل ما بيقوله امتحان لأهله يعني بتشوفي أم مريض التوحود أن هاي هالإنسانة يعني متل ما بيقوله بتنسلها الشابه لأنه نحن وقت بنفوت عنا على عياداتنا ونشوف مريض التوحود قديش بيكون بعالم آخر وبينكش وبيقيم وبيحط ونحن ما بنقدر نتحمل ساعة من عشوائية حركاته قديش هالإنسانة رائعة قديش عن طبورة وعن تقوى التحمل خلص صخرت حياة لهالإنسان دكتورة خلينا بس هيك بالوقت المتبقي نستغل وجودك معنا نقدم نصائح اليوم بما يخص الغذاء ومرض التوحود قديش نسبة الشفاء مين الأشخاص اللي يعني مين الأطفال توحود ما بيمشي معهم لو سريعا مرأة بضبط هلا أول شي مرض التوحود له أنواع وله طيوف متنوعة ومرض التوحود قابل للشفاء يعني بتلاقي الأم بعد فترة معين إذا صبرت على ابنه وهالقصص هاي وبعملوا معلمانية تنظيف للأمعاء عنده كل شهر لو أسبوع بتلاقي الولد صار عنده صار تشابك بعسبوناته جمالية هذا المرض في حال نحن تبعنا حمية صح وبلشنا نتعاون مع ناس تخصوصية بهالقصة العصبون بتشابك بحيث أني أنا بركز على السلوك وعلى أكل معين فهذا الإنسان إذا بلشت أمه تنظف له جهازه الهضمي بالشهر لو مرة وبلشت تشابكة العصبونة ومتما تشابكت خلاص الولد حيصير طبيعي واموره كلها منيحة الشي الأهم من هذا الحقيقي أنه يكون كمان أي إنسان أصيب بالتوحد وتعافى بده كمان يحمي زريته من هذا الموضوع ففي شغلات كتير وقائية بعلم الغزاء نحن بنحكي عليها إن شاء الله بحلقات جاية هي كتير بتحسن الجينات النوعية حتى ما ينتشر هذا المرض بعدة أطيافه تمام هو بحر يعني وكتير مهم أنه نحن بكل المرة دائما معلومات مهمة عن هذا المرض شكرا كتير لك دكتور سواب غبرة لكل المعلومات القيمة إلى الدكتور شكرا يا ألف سلام